لا صحة لزيادة تعريفة النقل الجماعي تزامنا مع تحريك أسعار البنزين طبعا أسعار البنزين كلها غلية وإحنا الأسبوع اللي فات قلنا لحضراتكم الأسعار كان الكلام ده كان يوم الأربع اللي فات ولكن أنتوا عارفين بقى إيه أن السولر مغليش السولر وقف عند 7 جنيه وربع بس في بعض الناس وبعض السوائين يعني الخبر بيقول أن الأسعار يعني ما فيش حد ما فيش تعريفة ركاب زادت بس هي القصة إيه؟ القصة أن أنت النهاردة في مواقف الأقلين بالذات بتركب أنت متعود تركب المواصلة دي بـ 15 جنيه أو بـ 17 جنيه يقول لك لا هم عشرين هديك شاي في البنزين غلي طب حضرتك العربية عندك ماشية بالسولر مالك ومالي البنزين يقول لك أهو خلاص ونبتدي نقوم الخناء يطلع واحد رزل في الميكروباس يقول لك ما تدفع بيه خلاص بقى عشان ما تعطلناش عشان رجل يطلع عشان نروح أشغلن رحوا دافعين وخلاص كل واحد يحط إيديه على بقه والموضوع خلاص فيه ناس تزود ربع جنيه ناس خمسين قرش ناس جنيه على حسب المواسط الصح إيه؟ الصح أن أنت ما تدفعش الصح أن أنت ما تحرطش لجنبك أنه يدفع حاجة خارج تعريفة الركوب الصح الأكتر بقى أن أنت تبلغ لو سوق عمل كده اركب معاه ويدفع تبعا الحاجة واخد رقم العربية ده ميكروباس ده لو يعني لو حاطيني رقم يعني لو لا يعني لو لا رقم ويبلغ عنه ليه؟ لأن تعريفة الركاب بالنسبة ليه السيرفيس أو الميكروباسات ما غليتش ما غليتش أي عربية بتمشي بالجاز ما غليتش العربية البنزين بس هو الغلي يعني الناس اللي بتسوق العربيات الملاكة هي اللي متحملة نتيجة الزيادة الأخيرة دي أو يعني العب الزيادة على مصاريف أو تكلفة العربية لكن السولر ما غليش لو أي حد ميكروباس زود عليك وقلونا على فكرة اكتيرة تكتبونا في التعليقات كمان الناس أموقع الشكاوي هو على الفيسبوك تقدر تشوفوه الخط الساخن كمان الخط 15-330 تتصلوا بيه لو سواء الميكروباس قال لك هتدفع يعني هتدفع عشان البنزين غلي معين عربيته ماشي يبقى بالجاز